موسيقى مرحبا بكم مشاهدي اكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث سنناقش فيها خيارات ما بعد الفشل في الكويت وشكل الحرب القادمة في ظل المستجدات التي يشهدها الاقليم ماذا بعد الفشل في الكويت الجميع يطرح هذا التساؤل منذ اللحظة التي بدت فيها مشاورات الكويت مجرد استراحة بين متحاربين بعد اربعة اسابيع من الدوران في حلقة مفرغة في الكويت وبعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته اكثر من مرة اخرها مستمرة منذ اربعة ايام يبدو ان التفكير بخيارات ما بعد محطة الكويت صار هو الشاغل للسلطة الشرعية ومن خلفها التحالف كما هو ايضا بالنسبة للميليشيا وداعميها يتجلى هذا في التحضيرات التي يجريها الطرفان فالميليشيا التي لم تتوقف حربها يوما واحدا خلال المشاورات لا تزال ترسل تعزيزاتها الى مختلف الجبهات استعدادا للمعركة المنتظرة فيما الحكومة تخرج المزيد من الدفعات العسكرية استعدادا لذات المعركة في ظل كل هذا لم يعد التساؤل متى ستعود الحرب بل السؤال الحقيقي الذي يفترض التفكير فيه حاليا هو ما شكل الحرب القادمة هذا التساؤل تفرضه مسجدات المشهد وخصوصا ذلك التراجع الذي يمكن ملاحظته في توجيهات التحالف العربي نحو مكافحة ما يسمى الارهاب وتصريحات وزير الخارجية السعودي عن تغير اولويات بلاده في اليمن من محاربة الحوثيين إلى مكافحة الارهاب ومع تقدير أنه من غير المتوقع أن تتوقف السعودية في منتصف حربها في اليمن فإن من المنتظر أن تتخذ الجولة القادمة من الحرب اليمنية شكلا آخر ربما تلعب فيه السعودية دورا غير مباشر على العكس مما كان قائما طوال جولات الحرب السابقة لأكثر من عام خيارته ما بعد فشل جولة الكويت وشكل الحرب القادمة ستكون محور نقاشنا لهذا المساء قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود تكرموا بالبقاء معنا الحرب التي لم تتوقف أصلا على وشك أن تعود بعد هدنة هشة متزامنة مع المشاورات السياسية القائمة في الكويت منذ أربعة أسابيع لا يبدو أن طريق السلام هو المساء الذي ستمضي فيه الأزمة اليمنية بعد أكثر من عام من الحرب مشاورات الكويت التي كان من المفترض أن تقود إلى حل سياسي للأزمة تقف على أعتاب الفشل ومنذ لحظة التي انطلقت فيه وهو الأمر الذي يزاد تيقنا كل يوم بعد تعليق وفد الحكومة مشاركته فيها قبل أيام واستمراره في رفض العودة إلى طاولة المفاوضات قبل إقرار الميليشيا بالمرجعيات الأساسية التي تستند إليها المشاورات والشروع الجدي في بحث أجندة الحل المفترضة وتنفيذ الاتفاقات السابقة وهو ما يبدو أنه لن يحدث خلال الأربعة أسابيع الماضية لم تتغير الاحتمالات إلا بشكل طفيف فمع استمرار المماطلة والتعنت من قبل الميليشيا في الكويت استمرت حربها على مختلف الجبهات وكذلك تحذيرات هذه الحرب القادمة فبعد تقرير لجنة الإشرافية على وقف إطلاق النار في تعز عن قيم الميليشيا بإرسال تعزيزات عسكرية بينها صواريخ باليستية إلى منطقة ذوباب أعلنت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة والمكلفة برصد الخروقات تسجيلها أكثر من 5860 خرقا في مختلف مناطق البلاد منذ بدء الهدنة في العاشر من إبريل الماضي في مفترق الطريق بين الحرب والسلام وبعد أن ثبت أن تواجد الميليشيا على طاولة المفاوضات ليس أكثر من محاولة منها لتخفيف الضغط عليها وبعد تصاعد مؤشرات الفشل في الكويت هل تعود الحرب؟ ربما تبدو الإجابة بنعم هي الإجابة الأقرب لكنها ليست بتلك السهولة التي تبدو عليها إذ أن موقف الأطراف الإقليمية وخصوصا تلك التي تقف في صف الشرعية وتدعم الحرب ضد الإرهاب لا يبدو متحمسا لهذا الخيار بعد الآن وهذا قد يدفع إلى إعادة طرح التساؤل بشكل آخر ما هو شكل الحرب القادمة؟ حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام وللإجابة على هذه التساؤلات سيكون معنا الآن من الرياض رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف سيادة اللواء مساء الخير متى نور أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بك سيادة اللواء هل يبدو أن الخيار العسكري هو الخيار القادم بعدما يمكن القول عنه فشلا دريعا حتى الآن في مشاورات الكويت لأن المجتمع الدولي قد بدأ يتقل عن إيمن وأنه ربما كما يشاعر يتقل عنه أو يتعاق مع طرف المضحف لأنه لا بدنا لأن المجتمع الدولي أن تقتلح منطقة وسط بينما يريده الفارسان نحن نعرف ما تريد الدولة والشرعية والمجتمع المدني وما يريده الأسكلاديون هذا المزارة معروفة نعم وتحقيق ما يريده كل طرف بالدلي بالضمط والمضطرة فكانهم يجب أن تتقل عن مفاوضة مفاوضة دائما فيها محاطة تقل ومجتمع الدولي الوسطة والقرون والمسكولة للمشاورات استطيع أن يكون لهم دور إيجابي جانبا تتجاه بحيث دورة الطرفان المتاحب المتشاوران المتباوضات إلى قمة سوائف نقطة يعني يكون في تلبائي من الشعب الإيمان نعم وليس هناك مفاوضات أو هناك منتظر لكن هناك فائد اسمه الشعب الإيمان نعم حتى هذا لم يحصل نحن نراضع بعض المراقبة تشير إلى تماهي معدد كنابيين نراضع الدول الكبرى معدد الشديد ما مدى تأثير نعم سيادة اللواء مدى تأثير هذا التماهي بالنسبة للمجتمع الدولي مع مليشيا الحروثي تأثيره أفضل ويجاملين على الإطلاق بمجتمع المجتمع الدولي لأن هناك شيء قضيح بالبطء أن تكون محكومة لدى العالم كله قرار استعادة الدولة والشرعية قرار لذلك قد استخدمت رئيسة المجتمع الدولي وتدعمه باستجاه دولة العالم وهذا القرار هو لدينا قد 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 دولة وكلها التنكيدي كل من الميش الوطني والمقاومة تعانيها ونشرع البليان نعم الاستعادة الدولة الاستعادة الدولة لا تنتمع من السبيل يعني نفسه وطريقين نعم وهذه من قوات المقاومة والسلام أو المقاومة والصورة السلمية وهذه من المثل الوضع الوضع الموجود في التفاوض في هذا السياس وكل الناس الجمن لا يجب لنا السلام ولا يجب لنا الحم ولا يجب لنا الاستقرار وما يجب لنا عايش كل قوة السياسية في المجتمع الجمن بدون استجناع في ظل الجولة الشرعية والمؤسسات والبسطور والقوانين وأن يكون التفاوض الأقوى في عجل كل جماعة هو الترنامج السياسي يصار بالبسطور هذا ما نريده لكن يبدو أن الكرامي الكراميين يدفعون هذا المجتمع الجميع يتجاه الحرب سيادة اللواء تكرم بالبقاء معنا وسنعود بك الاتصال مرة أخرى لأن هناك إشكالية بسيطة في الصوت لم نتمكن من سماعك بشكل أوضح سنعود بك الاتصال مرة أخرى ينضم إلينا الآن الكاتبة والسياسية والباحثة السياسية ميسا شجاع الدين من القاهرة السادة ميساة مساء الخير مساء أهلا وسهلا بك السادة ميساة يعني بعد أربع سابع السادة ميساة في الكويت إلى أين تتجه الأزمة اليمنية برأيك بعد عدم تحقيق أي تقدم في المشاورات أتصور كيف بديل المتاوضات في الحرب المواضح أنه فيه اختلال من القوى لصالح الحول في القوى موجود الآن القول على كتنية هم سيطر لا يزال على الشمع المشاورات يعني في كل شيء كامل نعم ومن ناحية السياسية أيضا الحكومة مستثبت صدورها في المناطق التي هي المفروض سيطرتها في العدن نعم وانا كنت كان بيصد صغير طالح الحكومة فبتالي ما كان في تواسط الله أعتقد أن الحال يعني ممكن تكون البدين هي حرب يعني نعم شكل نعم أستاذة ميساة نعم نعم أستاذة ميساة شكل الحرب التي تتحدثين عنها إذا ما عاد الحسم العسكري وفجلة هذه المشاورات كيف تتوقعينها حسم عسكري أنا لست أدري نكامها دقيل بعد سنة كاملة نتكلم عن حسم عسكري لم يستطيع أن يحققون النظاحات بس المنطلة لأنه مطلين نجاح أنه يحقق نجاحات إذن شكل الحرب القادمة نعم نتكلم على سنة نعم شكل الحرب القادمة إذن تتوقعي ما هي لا أدري هو يعتمد على حسب صديقات الدورة السعودية حالة السعودية قررت بموجب اتفاقها مع الحوثية الذي لا نعرف فاصيلها أنها تنسحد تماما من الحرب بحيث أنها حتى لا تكون غطاء جوي حتى للقوات البرية التي تقاتل الحوثية هذا ممكن جدا يأخر أي تقزم عسكري لهذه القوات إذا لا يوجد غطاء جوي إذا يوجد غطاء جوي وتوجد هناك استراتيجية عسكرية واضحة ممكن ممكن يحصل تقدم عسكري معي يؤدي لاختلال فوازن القوة أو ممكن نحن نقول الحاسم عسكري أو شيء من هذا الجديد فيحصل نوع من الانكسار يؤدي إلى تثمية سياسية معي يعني في النهاية هي أصلا السعودية كقوة سياسية وفيضا موجود حتى لا يمكن القضاء على حركة سيدة اللواء محسن خصروف رئيس دارة التوجه المعنوي سيدة اللواء عدنا لك من جديد إذن أنتم دائما تتحدثون الحكومة وأيضا الجيش تحدث بأن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد أمام الشرعية في اليمن إذن هل ستشهد المرحلة المقبلة حسما عسكريا أم سيكون نفس الجولات السابقة أنا لم أقول أن الحسم العسكري هو الخيار الأوحد لدى الحكومة لا أقول هذا مطلقا وإلا ما ما معنى وجود وفد الحكومة بقعاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الحكومة الحكومة خيارها الأول هو السلام هو الحوار هو التفاهم هو المنطقة التي يستمع فيها مصالح كل يميني هذا خيار الدولة خيار الرئيس خيار الحكومة خيار الجوة السياسية المدنية ليس خيارنا الحرب على نطات خيار الحرب هذا خيار للإنكلابيين نعم لكن أنا أقول لك إذا كانت القوى الإنكلابية تدفع بالمجتمع اليمني نحو الحرب فلا مجال أمامنا إلا أن نقبل بهذا الدفع أو نقابله نعم فلكل فعل الدفاع المواجه لو في القوى ومضضله الاتجاه هذه مثالة طبيعية نعم وأنا دايما أستخدم هذا المصطلح القرى في ملعب الإنكلابيين وليس في ملعب الحكومة نعم والخيار للإنكلابيين أقول وأردد ما أقوله عشرين مرة ومليون مرة إن أرادوها سلما فهي لهم وإن أرادوها حردا فعليهم أما الدولة فخيارها هو السلام فإذا لم يكن من طريق سلمي لاستعادة الدولة فالقوة المسلحة والمقاومة الشعبية لديها التوجيهات الكافية لتنفيذ الأوامر السيادية التي أفضرها نعم سيادة اللواء لا شك أنك مطلع على الضغوطات الدولية التي تمارس على السلطة الشرعية للانخراط في المباحثات واستمرارها في الكويت في المقابل كما تعلم ميليشيا الحوثي تماطل ولم تنفذ حتى أي بند من بنود المتفق عليها والجميع الآن يرى بأن الميليشيا أخذت جولة من الاستراحة لعادة ترتيب أوراقها لكي تعيد حربها من جديد إذن السؤال الآن الجيش الوطني التحالف العربي هل سيكون قادم الأيام قوات الجيش الوطني أم هناك تراجع أو حرب قد تبدو جديدة لا سيما بعد تصريح وزير الخارجية السعودية الأخير بأن الأولوية لمكافحة الإرهاب هذه مسأمة سياسية فيها نظر والمملكة العربية السعودية وكيذة تحرى في أن تختار ما تشاء نعم لكن قوة التحالف أو دول التحالف لديها مهمة رئيسية ويحتعد دولة الشرعية في اليمن والجميع مركب واحد نعم لن ينجو طرف دون آخر أي انكسار للشرعية اليمنية أو انكسار في الحالة السوية في المجتمع اليمني أو إخلال بالمعادلة القائمة الموجودة الآن لن يقتصر تأثيره على الدولة الشرعية أو على الشطر الشمالي من الوطن كما يقول نعم تأثيره سلبي سينعكس على منطقة الجزيرة العربية والخليجة العربية بشكل عام نعم لذلك مسؤولية الوصول إلى حل إيجابي فيما يتعلق بالدولة اليمنية والشرعية مسؤولية كل دول التحالف والجيش اليمني هو جزء من قوة التحالف وليس جزءا منفردا نعم الجيش اليمني يقاتل كجزء من قوة التحالف ويحظى بغطاء جوي ودعم الوجيستين من دول التحالف نعم فأي كلام خارج هذا الإطار هو كلام لا يعد يكونه كلام سياسي نعم وإذا ما حصل شيء من هذا القبير فساعدتها لكل حادث حديث نعم إذن سيدة الواء أيضا إذا ربطناها بتصريح المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري عندما تحدث بأن إذا لم تنجح مشاورات الكويت فستدخل الشرعية وسيدخل التحالف إلى العاصمة صنعاء وستعود الحكومة الشرعية إلى صنعاء أهمية هذا التصريح بالتوازي مع فشل مشاورات الكويت أو توقع فشلها العميد العسيري رجل عسكري وتكلم كلام مشؤول من المنطلق عسكري نعم وأبعاد عسكرية ومآلات عسكري أيضا نعم ووزير الخارجية تكلم كلام سياسي فهذا شيء وذلك شيء آخر يعني نعم ينبغي أن يأخذ كلام العسيري على محمل الجز نعم وأما كلام السيد وزير الخارجية فأبعاده السياسية لا نعلمه أنا عن نعم وهذه المسألة تماما تخصها المملكة العربية السعودية وليس لأحد أو طرف آخر أن يقف في مواجهاتها نعم سأل داخلي لكن العسيري تحدثت بقوة التحالف نعم شير وزير الدفاع وما تقرس من قوة التحالف فكلامه يعني هو الكلام الذي هو أول عليه نعم سيادة اللواء سؤال أخير وادعاك فيه هل بات الجيش الوطني والتحالف العربي هذه المرة أكثر استعدادا وأكثر نية للحسم العسكري ولا خيار غير ذلك وبأسرع وقت لو توفرك النوايا الحكمة فيما يتعلق بالجيش اليمني والمقاومة الشعبية ودعمه ما الدعم الكامل والكاذي ما كان قد استطاع أن يحكم الأمر منذ فترة أبعد من لو كنا قد خلصنا عنه لكنا الآن في طور إعادة بناء الدولة نعم أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء رئيس دائرة التوجيه المعنوي محسن خصرف ونت معنا عبر الهاتف من الرياض عودة إلى سيدة ميسا شجاعدين أستاذ ميسا إذن هذا التغير الذي حاصل الآن كيف سيؤثر على المشهد اليمني بشكل عام كما تعلمين البلد تنهار اقتصاديا الأزمة فاقمت من حياة الناس الفقر يزداد إذا ما استمر الحال على ما هو عليه كيف تتوقعين تأثير ذلك على المواطن اليمني في الداخل هو كتأكد كارثي على المواطن اليمني وعلى دول التحالف أن تتحمل مسؤوليتها يعني ليست فقط مسؤولية عسكرية بل أيضا مسؤولية اقتصادية وعليها أن تتعامل حتى مع البنك البركزي الصنع وإذا تستطيع إيجاد أيضا أشياء موازية يعني بنوك بنك موازي له في عدن هذا أمر جيد أيضا نعم لكن لابد من التعامل أيضا مع البنك المركز الصنع وعليها أن تتحمل مسؤولية الاقتصادية خاصة أنه أيضا في مسألة الحصار والتحكم بمناسبة اليمني البرية والبحرية والجوية بيعطل كثير عملية الاستيراد والتصفير وبيصعب من الحركة منه إلى داخل البلد فهو أحد أسباب له نعم هذه الأسباب أيضا أحد أسباب الوضع الوضع الاقتصادي فلابد أنها أيضا هي تتحمل المسؤولية لأنه في الأخيرة الميليشية لا تستطيع أن تطالبها بتحمل المسؤولية لماذا؟ لماذا لا نستطيع؟ لماذا؟ أستاذة ميسا لماذا؟ لكنها مسيطرة على الدولة والبنك المركزي البنك المركزي إرادات الدولة لا جاء لتصل إليها وهي ما تتحكم بها للأسف هذا اللي حصل للأسف أن الأسباب اللي حصل والاستمرار اللي حصل هو الأداء السياسي الضعيف للحكومة نعم يعني خلينا نكون واضحين أيضا أنه بيزيد من سوق الحوثي أنه سوق الحوثي نحن وضعنا تحت رحمة الحوثي بسبب رداءة الأطراف السياسية الأخرى المدينة الموجودة والتي كانت في وقت معا قبلها تحكم الصنع والآن حتى غير قادرة على التحكم ما هو العجز السادة ميسا ما هو العجز السادة ميسا ما هو العجز بالنسبة للحكومة الشرعية وفد الحكومة يفاوض الميليشيا من انطلاق قرار مجلس الأمن يعني مسألة مسألة عدم عودة نعم يعني مسألة عودة الحكومة لها دلالة كبيرة بالنسبة وفي المرحل الوضع في عدن الوضع الأمني أنه يتحكم في ميليشيات من الضالع بقيادة شلال شايع هذا وضع خطير هذا وضع شلال شايع شلال شايع مدير شرطة عدن معين بقرار جمهوري وأيضا محافظة عدن معين بقرار جمهوري ودليمين الدستورية معين بقرار جمهوري شلال شايع شلال شايع بيتحرك بشكل ملشاوي داخل عدن وليس كأنه جيابي أمني مسؤول عن الحفاظ على الأمر داخل المدينة هو يتحرك في إطار الدولة استاذ ميسا حتى لا نخرج عن إطار الحديث شلال وعيدروس هم الدول يمين الدستورية باسم الجمهورية اليمنية وهم الآن يمارسون صلاحياتهم إذن شلال وعيدروس هل هم كافيين في أنهم الحكومة في كل غير موصودة فعلا هذا لا يكفي بالتأكيد نعم بالتأكيد استاذ ميسا هذا لا يمنع عودة الحكومة بالتأكيد وعودة الرئيس إلى الداخل وبعودتهم سيكون هناك تغير كبير فعلا على مستوى الأداء السياسي وأيضا التقدم العسكري لأنه سينعكس بالتأكيد إيجابا على هذا المسار سيد ميسا لو عدنا إلى الدورة العمانية الآن الذي ظهر مؤخرا بشكل قوي وجاء على لسان بن علوي بأن سلطنة عمان وبأمر من سلطان قابوس بأنها تعمل جاهدة على الجمع بين وجهات النظر في المتحاولين في الكويت أيضا دور أمير الكويت الأخير الذي التقى بالوفود ولد الشيخ يبذي الجهود أيضا أخرى إذن هذه الجهود التي بدأت تظهر بشكل كبير ومتسارع هل هي بسبب مؤشرات الفشل التي وصلت إليه مشاورات الكويت وأن ستكون هناك ضغوطات أكبر للعودة أم خلاص بأنها البحث عن آلية للخروج من هذه المشاورات وتأجيل هذه المشاورات قادمة أو تبعا في أنها تكون مفاوضات الكويت حتى لو متولوا ومتصل للتسوية السياسية الهائية تكون على الأقل نعم يعني زي ما تقول حتى أساس أو تضع أساس لإمكانية التفاوض في مراحل ناحقة على أسس التسوية يعني مطروحة بالتسوية هذا الحفظ مع الوجه يعني وحفظ مع الوجه منذوب المبعوث الأممي الحفظ مع الوجه الكويت دولة مبيتة لها أكثر من شاء يعني التسوية السياسية الشاعة لما هيش مطروحة في الكويت نعم لكن أظن أن عادة ضغوط كلها في إطار وضع أسس لإمكانية التسوية السياسية إمكانية الاستفاق على التسوية السياسية في مرحلة التفاوضية راحقة شكرا جزيلا لك الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميسى شجاع الدين شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة إذن ينضم إلينا في محورنا الأخير الأستاذ الكاتب السعودي سليمان العقيلي سليمان مساء الخير سليمان سليمان نور لك ولمشاهدكم أهلا ومرحبا بك سليمان يبدو أن جولة الكويت من المشاورات اليمنية لن تصل إلى حل هل تعتقد أن لدى التحالف خطة بديلة تتضمن لحسم عسكري أم هناك أيضا مؤشرات لوجهات نظر أخرى بالواقع الإشارات التي صدرت من التحالف ومن وزير الكارجية السعودي إشارات في الواقع متوازنة مرة جزرة ومرة عصا وهي يعني لا تخرج يعني برؤية عن توجه محدد يعني أو لنقل توجه يعني يمفيد بتراجعات أو مثلما يعني يعتقد البعض هذه نقطة النقطة الثانية أنه لا شك أن المتفاوضين كلاهما في كويت يتعرضان إلى ضغط دولي شديد وربما أيضا ليمي وخاصة من الكويت وعلى اعتبار يعني أنه توقف انجار المتفاوضات سيؤدي للتناف الحرب وهناك حرص في الواقع من القوى الدولية أنه يعني لا لا تزأن بالحرب نعم وهناك يعني ما فيش بالضغط بأنه التلويح بالسيناريو السوري نعم بأن تدول قضية اليمن إذا خلقت وهل سيسمح نعم وهل سيسمح التحالف أن ترجع إرجاع القضية اليمنية مثل ما هو حاصل في سوريا أم ستستمر بنفس الوتيرة بنفس التنسيق بنفس الدعم في اليمن حتى يتم الحسم العسكري وأيضا انطلاقا من تصريح العميد العسيري بأنه إذا فشلت الكويت ستكون هناك يعني حسم عسكري وستدخل الشرعية إلى صنعاء أنا أعتقد أنه الخيار الآن هو يعني الدعم العسكري وربما السري أيضا يعني أو الدعم الخاص يعني الذي لا يدفع فيه يعني العمل العسكري الكامل لأنه حتى الآن يبدو لي أنه سؤال سلاح الجو للتحارف العربي بالنحية وهذا في الواقع مكسب للحوذيين ينبغي أن نعترف به وتحقق بفضل هذه المحادثات الممطقة وحتى بفضل بسبب الضغط الدولي نعم وأنا أعتقد أنه أنه من صالح الحكومة الأفض الحكومي هو التماسك موقفه وهو الذي لا زال متماسك لأنه لا خيار أمام الوفد الحكومي إلا أن نسلم الجمل بما حمل إذا قدم أي سناس صغير في المرجع الجاد على الأمر أستاذ سليمان إذا تمسك الحكومة والوفد المفاوض باسم الشرعية بالنقاط التي انطلقت من القرار 22-16 بالتأكيد لا زال عندها هذه النقطة ومتمسكين بها بقوة التحالف العربي إذا ما عاد الحسم العسكري وفشلت هذه المشاورات هل باعتقادك سيستمر بنفس الوتيرة سيستمر الطيران بدعم دعم لوجستي دعم ميداني مثل الحرب التي انتهت أو التي توقفت قبل مشاورات الكويت أنا أعتقد أنا أعتقد أن هناك يعني بالفعل الضبطات على السحالة العربي ليست بصالحة وهناك أنا أعتقد حتى يعني تهديثات بالسنال السوري كي ما تخرج ربما القضية اليمنية من يد اللاعبين المحليين والإقليميين وفي هذا في الواقع خسارة كبيرة لأن نحن رأينا العبث بمصير السوريين والخطط التي نسجت هل سيسمح التحالف أستاذ سليمان هل سيسمح التحالف وبقادة المملكة العربية السعودية لأن يذهب اليمن للسيناريو السوري لا أنا أعتقد أنهم يحاولون تفادي ذلك ولكن هذا يعتمد على مدى هامش المناورة السياسية يعني أنت أنت لازم يكون في بالك أنه الجميع داقل في إطار التكتيك السياسي أو المناورة السياسية والكل يكذب على الكل والكل يناور على الكل وكل يعني يتحدث عن التسمية وعن السلام وهو يستعد يعني في الواقع لما بعد السلام لما بعد المفاوضات لذلك أنا في الواقع ليس لا يزي أنا في الواقع أي يقين بالسيناريو القادم لأنه السيناريو باء أو السيناريو العسكري هو في الواقع إذا رسعنا له ربما لا يكون بنفس مواصفات العاصمة الحجم ربما يكون بطريقة نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سليمان العقيل الكاتب السعودي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض الشكر أيضا لرئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصرف كان معنا عبر الهاتف من الرياض كما هو أيضا للباحثة والكاتبة السياسية الأستاذ ميسا شجاع الدين كانت معنا من القاهرة الشكر موصلكم على حسن المتابعة تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد كما الحيدرة كما هي لكم مني حتى الملتقى حفظكم الله والوطن اشتركوا في القناة